برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الاصعود رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عقد مجلس الوزراء جلسته عبر الاتصال المرئي في مستهل الجلسة اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحو الرسالة التي بعثها لاخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وكذلك ما تضمنه الاتصال الهاتفي مع أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تابون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من تأكيده يده الله وقوف المملكة إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق التي اجتاحت عددا من المناطق والتوجيه بإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للتخفيف عن المتضررين والمنكوبين هذا وجدد مجلس الوزراء موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية واستمرار الجهود على الصعيدين الإقليمية والدولية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وأشار المجلس إلى أن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان الشقيقة وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع مؤكدة في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق كما تابع مجلس الوزراء الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين لتقديم أعلى مستويات من العناية والرعاية في ضيوف الرحمن وضمان سلامتهم وأداء عباداتهم في بيئة صحية آمنة وقد تناول المجلس مستجدات جائحة كورونا إقليميا وعالميا وآخر الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بالوضع الصحي في المملكة كما اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله اشتركوا في القناة